أهلاً أعزائي المشاهدين معنا دكتور ناجي سكندر وحديثنا في هذه الحلقة عن الإلحاد والمنطق وكان سؤال موجه لدكتور ناجي عن ما هي الأدلة على وجود الله وخلينا أضيف سؤال على هذا السؤال إن كان الله موجود فما هو تأثيره على حياتنا اليومية ده سؤالين رائعين يا أستيس نزار وهبتدي بالجزء الأولاني الدليل على وجود الله الله أعلن ذاته في الطبيعة الخلقها أعلن عن ذاته في الكلمة المقدسة الكتاب المقدس أعلن عن ذاته في المسيح الكلمة المتجسد تعال ناخد أول واحد وهو الطبيعة زي ما شفنا أن العالم فاين تيوند يعني معمول بدقة متناهية جداً 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 ده لا يمكن يحصل بالصدفة والزمن وقوانين الطبيعة ده لازم يكون فيه إله خالق عنده الزكاء والقدرة أنه يطلع الكلام ده في حاجة اسمها الانفورميشن ثيوري واحد اسمه فيرنر جيت ده راجل بروفيسور كبير في ألمانيا قال لك أن المادة لا يمكن أنها تطلع معلومات المعلومات لازم تنشأ من مصدر زكاء بمعنى أنه لو فيه كائن مثلاً عايز يكون أجنحة ما عندهش في الكود بتاعه في الـ DNA بتاعه حاجة تطلع جناح لازم يتحطي له كود جديد عشان يطلع هذا الجناح الكود ده ما يقدرش يطلع بالصدفة ده لازم واحد يحطه زي أجهزة الكمبيوتر نظام الكمبيوتر ده لازم فيه شخص صنعه بيل جيتس وده راجل مشهور قوي بيقول لك الـ DNA ده برنامج أكثر تعقيداً من أي برنامج كمبيوتر إحنا عملناه وده عمل برامج معقدة جداً الطيارات بتشتغل بيها والبنوك بتشتغل بيها شوف الكمبيوتر تأثيره في حياتنا ده ما يحشلش بالصدفة والزمن وقوانين طبيعة فمبدأ الإلحاد بيتعامل مع الصدفة والزمن وقوانين طبيعة المبدأ الكتابي بيقول لأ فيه الله خالق بقدرة عظيمة جداً عشان كده العالم عظيم يجوا الملحدين يقول لك طب ليه فيه أمراض طب ليه فيه مشاكل ليه فيه ناس مشوهة تمام بتتولدت مشوهة بنقول لهم لأنه بعد السقوط حصلت اللعنة ودخل الموت إلى العالم فاللي احنا شايفينه هو الخليقة بعد السقوط عشان كده فيها فجوات وفيها أخطاء عارف زي إيه يا أسيس نزار لو رحت مثلاً متحف في أسينة أو في مصر تلاقي تمثال جميل جداً بس إيده مكسورة مش عارف ودنه مقطوعة واحد يبص عليه يقول لك ده منتهى الجمال واحد تاني يقول لك ده مكسر الاتنين صح على فكرة هو منتهى الجمال في الأصل بتاعه لكن هو مكسر حالياً ففي الطبيعة برغم الجمال الرائع في الطبيعة لكن فيه تشوهات في الطبيعة دي نتيجة دخول الخطيئة للعالم الحاجة التانية المهمة جداً واللازم نفهمها هو كلمة الله المسجلة الكتاب المقدس بالعهدين القديم والجديد والأدلة على إثباتات الكتاب المقدس كتيرة جداً 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 النبوات وإزاي تحققت الأماكن اللي الرب تزارها الأدلة دي عايزة برنامج كامل بس اللي عايزة أقوله إني لازم إحنا نفتخر بكلمة الله الصادقة بالكتاب المقدس لأني مرات يقول لك في الحوار إيه بص إحنا خلينا نتكلم بالعلم ونسيب الكتاب المقدس ده كلام مش صح لأن الكتاب المقدس فيه الحق فأنا لو أسيب الحق هتبقى فيه مشكلة نعم عارف كأيني اتنين بيتبرزوا بالسيوف وأول شرط تديني سيف بتاعك وندخل مبرزة ما هو ما ينفعش فإحنا بنقول أن المنطق الطبيعي ده مش شغال الصدفة والزمن وقواني الطبيعة دي ما تعملش حياة لكن الله مصدر الحياة يعمل حياة الإعلان التالت عن الله وهو الكلمة الذي صار جسداً وحل بيننا الرب يسوع المسيح وحياته وخدمته وموته وقيمته كل دي حقائق تاريخية لا يمكن إمكرها فأنا بشوف أن التلاتة دول مهمين لكن إحنا مركزين يمكن دلوقتي على نمرة واحد وهو الخليقة والطبيعة وقوانين الطبيعة والتنظيم اللي الله صنعه علشان دا البداية اللي منها نفهم إن فيه إله خالق ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة